سنبدأ بكيس ستادي، سنقرأها مع بعض وهنسأل قليلاً أسئلة، سنجاوب مع بعض يعني سنقرأ هذه الفقرة أو الساعة الجاية كلها سيكون هناك إنتراكشن، سنتكلم مع بعض والأسئلة، ونسأل ونجاوب لكي نسمع أراء بعض سأقرأ كده كله شايف، صح؟ بعد 10 سنة عوضة، جورج، كم فترة جداً مجدداً مع معاقبة أسئلة المجددين مارك جورج يبدو مختلف، أكبر مرحباً ومع أفضل مباشرة على حيات وعندما يسأل مجدداً من هذا المجدد قاله أنه في سنة عوضة الأسئلة، وعندما في العام الأسئلة يتعلم بعض الالتعام مع أجمع من المجتمع التي تشعر بالمقاطعها جورج أخبرهم كما تشعر بالمسكول وهم يشعره كيف يتعلم بيسفل وفهم أن يتعلم بيسفل وفهم أن يتعلم بيسفل وهم يتعلم في الموجودة من أساسي وهم يتعلم بأن أحيانا من أن يكون بيسفل مع هذه أساسي When Mark told him that this higher essence is Jesus, George told him this is what you call him, Mark. Mark tried to explain to George that Jesus is evident in history and he is God. But George said, I am not opposing you Mark, I am just saying now I have acceptance to all doctrines and all people. I am more at peace with myself and others and I am in the process of understanding the goal of my life and I am getting there. Why will I need to change that? What do you think? Look at us, we are going to talk about what we call evolution of atheism. I am in my head saying that I am in my head. In my head, I am not going to see a lot of people. But I see that we are in an era that we are not going to see like 10 or 15 years of someone who says that our God is not there. This is not the right thing that we are not there. it's okay, you should see, that it's your way. It's your way, this is your way, it's your way, this is your way to make you. I just receive another way. تاني وانت مع ربنا وانا مع ربنا والجيزوس ده شخص حلو قوي ووصل لردبة عالية من الروحانية وانه يعني ان ده المفروض انت تبقى زيه وانا بحاول بقى زيه وخلاص يعني انا حاسس ان ده حاجة بدأت تظهر وموجودة وموجودة بتنتشر وشايفها اكتر الخطورة يمكن من الالحاد الصريح والفكرة كلها ان هي جاية من اولادنا يعني بتوعنا يعني اولادي الكنيسة عملوا ديفييشن شوي فانا عند النقطة دي عايز حد يرد علي يعني هل اللي انا شايفه ده حد غير يشاف الكلام ده هل حد قابل حد كده يعني مش عايزين نسمع قصص بس يعني اوكي حد يقول لي اه انا شفت اه فعلا يعني حتى اقولي الفكرة اللي اسمحها لو في حد في حاجة زي كده يرفع ايط تمام هايل هايل فكرة الاكسبتنس فكرة الاكسبتنس يعني انت انتو كمسيحيين انتو بتكاتيجوريز انتو كويسين والناس التانية غير مؤمنين ده ضد الاكسبتنس يعني هو يقولك كده ده ضد الاكسبتنس خليك خلي قلبك واسع كده اقبل الناس كلها حب الناس كلها الناس كلها هتوصل لربنا ده طريقك وده طريق وده طريقي وكل انا هن يعني ايه ليه تقفيل الدماغ بتاعكو ده دي من النقط المهمة اللي بتتصدر واللي بتسمع او بتدي فويدن الناس فعلا تفضل صح هاي صح تمام براف هو بيقول نقطة كويسة قوي فكرة اول نقطة قالها فكرة ان هو اساسا ما يعرفش ربنا يعني دي نقطة من اولادنا او يعني ممكن تأثير مننا كخدام ان البعض من الاولاد عندنا مش عارفين ان ربنا كويس فهم سهل تدفيت يعني ده من الاسباب فعلا البعد عن الكنيسة ان هو ما كانش اساسا متأصل في الكنيسة النقطة التانية الجميلة اللي انت قلتها فكرة ان انت تخش معرف نقاش انا عجبني اسلوبك قوي ان انت بتقول انا هخسر انت هتخسر ايه انت مش هتخسر النقاش انت هتخسره هو فالتارجت برافو مش ان انا اكسب النقاش ما ان لو جبت ان الشاب عنده 16-17 سنة وممكن انا اكبر منه بسنين غالبا يعني هزنقه في النقاش بس هخسره هاي ايه تاني لو حد شاف حد انا هحكيلكو تجربة برضو شخصية في القصة دي انا شفت كذا حد بالمنظر ده بس اخر حد شاب عنده 26 سنة وخريج جامعة و جامعة خاصة وحد يعني فكره حلوة قوي كان قاعد معي بيتكلم بمنتهى الهدوء بمنتهى السلام كده فبقوله يعني يعني قريب جدا من الكيس فاللي حصل قال لي انا سفرت كوستاريكا في لاتين امريكا وقابلت مجموعة من الناس وهم قال لي لفظ كده دوؤوني حاجة اول مرة دوء لفظي دايق دوؤوني حاجة اول مرة دوء وعرفت بقى ان فيه كيان اعلى وازاي ان انا لازم اوصل له وازاي ان انا لازم اميديتيت المديتيشنز على فكرة ودي من الطرق المداخل بتاعة الفكرة دي اللي هي المديتيشنز اللي ساعات يقول عليها مش صح يوجا او الطايتشي او لها كذا حاجة كده وازاي يوصل ان يعرف نفسه كويس ويبتدي يتواصل مع الكيان الاعلى ده وبيختلف من شخص لشخص الشخص اللي قابلته ده هو شايف ان فيه ربنا فعلا ومعندوش مشكلة مع المسيحية ومعندوش مشكلة مع اي حد بس فيعني انا حاسس ان دي حاجة بتيجي علينا او فكرة جاية علينا طيب هنسأل بعض الاسئلة ونجاوبها مع بعض what is the meaning of acceptance يعني ايه القبول حد يشرح بقى يعني ايه acceptance هلنا اكسبت الشخص ده وازاي اكسبت تفضل يا ابي تمام تمام بعد المعالنا وابتدينا في الفرس ثقرة تانية تبقى قاري في الفكر بتاعك كويس طيب تفضل اكسبتنز والابروفل احنا هنقبلك شخص قبل ما بقبله انا بحبه لان ده ابني اللي بسبب ضعف عندي مش يوسبني خلينا نعترف ان ده ابني اللي بسبب ضعف عندي في الكنيسة مش يوسبني فانا بحبه فبالتالي قبله كشخص مش قابل معتقداته مش مش موافق على الدكتورين بتاعته لكن انا قبله قبله زي ما بوي قال نعود ونسمع ونحب ونقدم له الحب هاي وعلى فكرة بالمناسبة الاشخاص دولة هو عارف ان انت مش موافق على فكره هو عارف هو يكفي ان انت قابل تسمعه وان انت بتحترم كل كلمة بيقوله وهنخش بقى في الليكتشر وهنشوف يعني ايه اللي ممكن نعمله في القصة دي لكن لكن بنفرق قوي زي ما بونا قال الـ و هنا في فرق ما بين ان انا بقى و هو ما عندوش مشكلة ان انت مش موافق برضو دي نقطة كويسة قوي طيب السؤال اللي بعده is there something like unconditional acceptance في حاجة اسمها unconditional acceptance حد حد يعني 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 نرد ايوه هنا في هاية من ناحية اللوف ومن ناحية انا بقبل الشخص فيه unconditional acceptance للشخص لكن برضو البوردرز واضحة ان انا عارف انا واقف فين عقدتي فين المفاهيم بتاعتي فين وعارف الفرق ما بين ان انا قبله قبول طبعا يعني غير مشروط لشخصه لكن عدم قبول للفكرة طيب السؤال اللي بعده نفس الفكرة يعني do you think there should be frames for acceptance هل في حدود للقبول نفس الجملة للشخص احنا قابلينه بس مثلا هل الشخص ده نخليه علم في الكنيسة يعني هل الacceptance يوصل ان انا اخليه يبتدي يبتدي يدي خدمة تعليم طب ممكن خدمة مسنين لا ليه خدمة مرضى خدمة معاقين ايه رأيكم ولا ممكن دي تبقى علاج يعني انا بعمله ازاي اتفضلي مع المسنين هتبقى علاج يتصرف صح ممكن الخدمة المناسبة لنا ككنيسة ان احنا شخص بالفكرة ده يبقى موجود ولي كشخص ركزوا في النقطتين دول احنا ككنيسة اللي هو الشخص الديفيتد او البعيد عن الايمان ما اقدرش اخليه يخش في خدمة فيها تعليم لانه في الاخر انا ما اضمنش الازن اللي هتسمعه ممكن تتأثر لكن بالعكس انا محتاج انه هو يدخل في خدمة يشوف فيها ربنا فادخله بس برضو الحاجة اللي تنزبه ما هو ممكن ما بيستحملش يشوف ناس عيانة او بالعكس يتزود تعبه فيبقى المرضى مش مناسبة ليه لكن ممكن يقعد مع مسنين يرغي معهم ده يبقى حاجة مناسبة لي او العكس او غيرهم بس بحيس ان انا يبقى موجود في خادم معاه واخد باله عليه واخد باله منه ويخش طبيق التاني في الكنيسة بالحاجة التاني بين الاستخدام والإدنتي وماذا هل في فرق ما بين الاستخدام وانا اعرف my identity انتوا باركوا الاربع اسئلة بيلفوا ويدوروا في نفس الفكرة انا واقف فين لازم اعرف كويس انا واقف فين انا اكسب زي ما انا عايز بس انا عارف كويس ايماني عارف مسيحي عارف مسيحيتي عارف الخلاص عارف خلاص عارف ايماني كويس قوي ده حاجة والأكسبتنس دي حاجة تانية هل فيه كنترادكشن ما فيش كنترادكشن لا كنترادكشن اقدر اقبل اي شخص وانا عارف انا واقف فيه وزي ما هرجع اقول نفس الجملة هو ما عندوش مشكلة هو ما عندوش مشكلة ان انت مش موافع على فكره بالعكس هتبست قوي ان انت بتسمعه طيب نبدأ كده المحاضرة بتاعتنا احنا هنتكلم في موضوع اسمه ايززير اني ميدياتر ميدياتر ده اللي هو الوسيط او المصالح بيسميه ميدياتر ايززير اني ميدياتر يعني احنا زي ما قلتلكم احنا شايفين ان الكنيسة الفترة دي ممكن تكون بتقابل بعض من ولادها اللي تركوا الكنيسة ويجي اهالي كتير يشتكوا للاباء الكهنة والخدام انا ابني او انا بنتي ما بيروحش الكنيسة ما بيتناولش باعد عن ربنا والولد فعلا كان في الكنيسة وسبب الكنيسة ونبتدي نتكلم معاه نلاقيه بالفكر اللي كان في الكيس او مشابه ليه او في سكة في حتة تانية بس في الاريا دي فدي ممكن يسميها خدمة البعيدين هم بيسموا نفسهم نحن 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 روحيين لكن غير متدينين فيه ازباب كتير للمشكلة دي مشاكل داخل البيت مشاكل جوه الكنيسة عصر من الجوه الكنيسة تجربة قاسية مر بها شخص وفاة حد عزيز عليه او اصاب بمرض خطير او افنت عنيف في حياته الطيار المحيط الفكر والسوشيال ميديا واليوتيوب بيعرضوا افكار كتير قوي بالمنظر ده وعليها نسب مشاهدة عالية قوي واسباب اخرى مش هنذكر كل الاسباب الاسباب دي قدت لايه خلينا نوصل لاصل المشكلة ركزوا في اصل المشكلة قدت هذه الاسباب الى تشوه صورة الله والكنيسة في ذهن هذا الشخص نتج عنه موجة غضب ومخصمة مع الله يمكن يكون تعددت الاسباب لكن النتيجة واحدة ان الشخص ده في ذهنه صورة مشوهة عن ربنا وغضب تجاهه واتجاه الكنيسة المسيحية وإله المسيحيين لذلك يعلن كره للمسيحية وإله المسيحيين الجملة دي قالها رافي زخارياس واحد من اهم الابولوجاتيكس في العصر بتاعنا قال ان ده رد فعل للغضب بتاعه بيعلنه في شكل رفضه للإيمان كيف نتعامل معه ماذا نقول ماذا لا نقول الشخص ده يحتاج ايه ايه صرخات قلبه هناخد واحد منهم من الشخصيات دي شخصية أيوب صفر أيوب مع صعوبة اللغة العربية بتاعه لكن هو صفر جبار يعني صفر قوي جدا بالذات في المشكلة دي أيوب نقدر نقول هو شخص يعني بصورة أو بأخرى تعرض لتجربة قاسية ظهرت في غضب شديد تجاه ربنا هنشوف هو اللي قاله هنشوف المتدينين اللي حاوليه قالوا له ايه هنشوف هو كان رد فعله ايه ونشوف هو طلب ايه هو كان ليه طلب لأن غالبا هو هيمثل الشخص اللي احنا هنقابله بصوا أيوب قال ايه هنقرأ كده الآيات بالعربي ولو فيها حاجة صعبة نقولها مع بعض ده اللي قاله أيوب ما هو الانسان حتى تعتبره وحتى تضع عليه قلبك وتتعهده كل صباح وكل لحظة تمتحنه حتى مات لا تلتفت عني ولا ترخيني ريصما أبلع ريئي هو مين الانسان اللي انت حطه في دماغك ده يا رب احنا قلالين قوي جنبك انت حطت رأسك براسنا حطتني في دماغك وانت كل يوم بتمتحني حل عني عايزة بلعريقي مش سايبلي فرصة بلعريقي يعني كان اسلوبه عنيف جدا مع ربنا اخطأت ماذا افعل لك يا رقيب الناس لماذا جعلتني عصورا عصورا هدف او تارجت لنفسك حتى اكون على نفسي حملا لماذا لا تخفر زنبي ولا تزيل اسمي لاني الان اتقع في الطراب تطلبني فلا اكون هو انا غلط انا ما غلطتش ولو غلط ما تخفر زنبي انت ليه حاطتني هدف يعني بصوا بالانجليش هو انت ليه حاطتني تارجت لك انا يعني انا بعد شوية هموت هتطلبني مش هتلاقيني يعني اتليه حاطت دماغك بدماغي ده كان ده كان ايوب طبعا انتوا عارفين ايوب كان السفر بتاعه ماشي في حوارات هو يتكلم وحد من صحابه يرد هو يتكلم وحد من صحابه يرد هو السفر كله ماشي بالمنظر ده يعني انا اخترت لكم درة من الدرر اللي قالها ايوب ايوب قال درر كتير قوي في ربنا فليقرى السفر هيلاقي اسلوب صعب في التحدث مع الله اسلوب صعب في التحدث مع الله ده تعبير عن غضب داخلي جواه بيكلم به ربنا طيب الاشخاص المتدينين الخدام الناس اللي حوالي قالوا ايه قالوا كلام حلو قوي تعالوا نسمع الكلام ده الاصدقاء قالوا ايه بصوا بقى الكلام الجميل الكلام الكنسي المظبوط كلام حلو قوي ان اعددت انت قلبك وبسطت اليه يدك ان ابتعدت عن الاسم الذي في يدك لا يسكن الظلم في خيمتك حين ازن ترفع وجهك بلا عيب وتكون ثابتا ولا تخاف لانك تنسى المشقة كمياه عبرت تذكرها وفوق الظهيرة يقوم حظك يعني نورك يبقى اكتر من نور الظهر الظلام حولك يتحول صباحا تطمئن لانه يوجد رجاء تتجسس حولك وتتغع امنا تنام مستريح تربط وليس من يزعجك بالعكس يتدرع الى وجه الكسيرون اما خد بالك اما عيون الاشرار فتتلف ومناصهم او ملجأهم يبيد رجاءهم تسليم النفس يعني رجاءهم انه يموتوا عايز يموت ده الاشرار ايه رأيكو في الكلام ده كلام حلو انا عايز اسمع رأيكو لغاية هنا تفضل انت قلت يعني بس يعني انت قلت الفكرة بس اسمعها تاني ما حاسش بايوب هم مش حاسين بايوب مش حاسين بواحد فقط كله اولاده مرة واحد صح عايزه يتوب بيدعول التوبة توب صح بس وقته كلام حلو بس وقته تفضلي هم بيقولوله هم مش احنا منعرفكش ايوب بس هو ربنا ما الظالم طالما عمل فيك كده يبقى فيك حاجة غلط دور عليها وتوب وانت تبقى كويس هم احنا هو ربنا ظالم ربنا عادل يبقى اكيد اللي عمله ده عادل يعني اكيد في حاجة غلط ده كلامهم في بيئة الحوارات تفضلي يا تسوني مش وقت مش وقت كلام كويس بس مش وقت تفضلي هايل هايل ما سابلوش فرصة يطلع مشاعره هيخلينا اسألكوا سؤال امتى الشخص فينا يطلع مشاعره يتكلم براحته تفضلي لما يحس اللي قدامه قابله هايل ايه ايه تاني امتى اكلم بحريت تفضلي احس بمشاعره يبقى فيه امبسي اشعر بي احس بمشاعر تفضلي برافو برافو مش هنتقدك انا مش حاسس وانا بتكلم ان الشخص اللي انا بكلمه هي جدج مي هيحكم علي او ينقضني ايه كمان فضلي حلو برافو لما تكلم انا هتغير الاحسن مش هجلة ذاتي او ان شخص اللي قدامي يجلدني هاي لما اشعر ان الشخص اللي قدامي عنده حكمة هيسمعني كويس وهيبقى الكلام مش هيتعبني تفضل تفضل يعني برافو عليك لما يقف جنبي ما يقف قدامي لما يقف جنبي ما يقف قدامي يعني هو واقف معايا مش واقف ضدي مش واقف وشي تفضلي اللي هو المراحل بتاعته هاي بياخد وقت طبعا بسوف الموقف ده هو مش هيتلع مشاعر ربنا ليه هو مخاصم ربنا هو زعلان من ربنا مخاصم ربنا تمام تفضل الورغة ممتاز مخاصم ربنا مخاصم ربنا بياخد اتمنى 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 خير برافو عليك نقطة دي نقطة مهمة قوي خدوا بالكو الشخص بذات البروزيس دي خدت منه سنين في الغالب على فكرة هو ما بيتش النهاردة صحي الصبح كده يعني في الطبيعي ان البروزيس دي ان الشخص يبيتليا ينسحب من الكنيسة سنة بسنة سنة بسنة والافكار بتاعته بتاخد اشكال وتطورات على مدار كذا سنة وانت ممكن تقابله في مرحلة منهم او تقابله بعد كذا سنة والفكرة نطجة جدا والفكرة نطجة جدا يعني هو عارف كل كلمة انت هتقولها هو عارف هيرد عليك ازاي هو بخلفية مسيحية هو عارف الانجيل واريه اكتر منك وهيستخدم اياته فما تستهنش بيه سوري استهن بنفسك يعني انت غالبا ما قاردش نص اللي اراه ما دخلتش في الصراعات اللي هو دخل فيها هو لو حد كبير شوية ممكن يهزك ممكن يخل يعني فعشان كده يعني انا هنا مركز اكتر على فكرة مش وهنيجي لها في جزء الاخير بتاع المحاضرة مش فكرة هو هيصدر لك ايه خدوا بالكم بمعنى في اصل المشكلة الكور بتاع المشكلة اللي هو ري اكشن تو انجر هو ده رد فعلي للغضب اللي جواه هيصدروا وهيديلك ليه شيل او ماسك او حاجة اللي هيصدرها لك الافكار افكار بقى علمية افكار فلسفية افكار منطقية يكلمك في افكار اسكس يكلمك يعني هيصدر لك صورة فيها منطق فيها فلسفة فيها علم فيها اللي فيها بس في الغالب دي اشرة جواها غضب جواها غضب تمام حضرتك تفضل برافو هو انت لو تعرضت للظروف اللي تعرضتها لو سفرت عشر سنين بره واقعدت مع الجماعة دي لو بعد الشهر تعرضت الموقف قاسي لو حتى في الكنيسة وانت صغير عمل معاك موقف مش تمام هتعمل ايه يعني ولانت ماشي موجود دلوقتي وسطينا بستر من ربنا يعني برافو عليك انا لو ما كانوا كنت هبقى ايه يعني ممكن بقى اسوأ على الاقل ده جاي عايزي تكلم ده كويس تفضل برافو برافو هنجيها خليك حقيقي اه مش ده قديس ده مش ايوب ده قديس هو كديس بوليس مش قال لك هيا اسنا من الحياة يعني هو مش ده كان كديس رخر طيب يعني مشاعر انسانية انت اه حقيقي احنا ممكن يا حبيبي انا فترة من الفترات بقى تعبان ييجي علي وقتا بقى يعني واخد على خطري شوية من ربنا ما يجريش حقيقي صح برافو نكمل طيب ايه رد فعل ايوب على الكلام الجميل اللي قالوه اصدقاؤه اسمعوا ايوب قالو ايه قالوهم ايه قالوهم ايه قالوهم كلام جميل قوي هنفسر العربي بتاعه اتقلون لاجل الله ظلما وتتكلمون بغش لاجله اتحابون وجهه تحابوا يعني بتتحيزوا ربنا او ان انتوا بتحاولوا زي بالبلد دي كانت تكسبوا بنت عن ربنا ان انتوا بتدفوا عنه اتحابون وجهه ام عن الله تخاصمون انتوا بتخاصموني عشان خطر ربنا اخير لكم ان يفحصكم ام تختالونه كما يخاتل الانسان تختالونه يعني برضو ان انتوا بتحابوا لي يعني بتحاولوا ان انتوا ايه يعني ايه تكسبوا ربنا على حسابي يعني توبيخا يوبخكم ان حابيتم الوجوه يعني بقولهم انتوا لو ما كنتوش صادقين يعني انتوا ما تعملتوش معايا بصد وان انتوا تحسوا بيا الكلام بتاعكم ده ده هيوبخكم عليه وهو كان صح وده اللي حصل في اخر السفر خالص هو وبخكم ربنا على الكلام ده فلا يرهبكم جلاله ويسقط عليكم رعبه خطبكم امثال رماض حصونكم حصون منطين your defenses are defenses of clay يعني الكلام الجميل اللي انتوا قلتوه عن ربنا ده انتوا حصونكم حصون منطين clay انتوا حطين clay ده مش دفاع ده حاجة هتقع مع شوية مية ييجوا ينزلوهم على طول اسكتوا عني فأتكلم انا وليصيباني مهما اصاب ده حال كتير حال لسان كتير من اولادنا اللي بيعدوا عن الكنيسة لما بيجوا نيجي كالخدام نتكلم معهم عن ربنا انت مش عارف ربنا انت مش فاهم ربنا ده ربنا عادل ده ربنا انت بس مش انت اكيد في حاجة غلط انت مش عارف راجع نفسك تاني يا ابني انت كده هتهلك انت كده برا الكنيسة انت كده الكلام الصح اللي بنقوله بس مش وقته هيبقى ده لسان حال الشخص انت مش حاسس بيا انت بتحاول تكسب بنتا عند ربنا انت بتحايا بوجه الله هو انت مش ده مش دفاع ده مش هيجبني ده مش هيرجعني الكنيسة كلام الحلو اللي انت بتقوله ده مش هيرجعني الكنيسة طيب هو كان عايز ايه ايه احتياجه هو اعلنه في اية في منتهى الجمال اية في منتهى الجمال وهي دي موضوع المحاضرة بتاعنا قال كده نور بابر Henry هل ليس بيننا مصالح يضع يده على كلين شوفوا ايوب قال ايه إيه الزرقاني ميدياتور؟ هو فيش وسيط مصالح ييجي مبيني وما بين ربنا يمسك إيدي ويمسك إيد ربنا كده ويصالحنا على بعض هو ده اللي كان محتاجه أيوب هو ده اللي محتاجه الشخص الزعلان من ربنا الزعلان من الكنيسة وبعد عن الكنيسة هو محتاج ميدياتور شخص وسيط ييجي يصلح مبينه وما بين ربنا يصلح الصورة يوريه له حب ربنا يقوله انت زعلان من ربنا ليه انت مخصمه ليه يعني تعالى دوق وانظر ما قطي بالرب تعالى لتعرف محبة المسيح الفائقة المعرفة هو عايز حد ميدياتور فليس بيننا مصالح يضع يده على كلين مفيش مبيني أنا كأيوب وما بين ربنا واحد يجي يصلح مبيننا فالسؤال بقى هو إيزا ميدياتور ومستنى إجاباتكم تفضلي حد يصليله ماشي كويس حد بيحبه بجد حلو جوب بتاعت الكارزي كلام حلو تفضلي القبر روحي بتاعه كلام جميل عايز حاجة قبل ده كله واحد بيتعامل مع الشخص زي ما المسيح بيتعامل معنا هاي الكلام جميل حلو عايز حاجة قبل كده كل ده صح هنقوله بس بعد الإجابة اللي عايز اسمح تفضل برافو عليك ليس بيننا مصالح دي كانت نبوة عن المسيح اللي جي أصلح ما بين السمائيين والأرضيين فمين الميدياتور في الأصل المسيح هو اللي جي صالحنا وصالحنا على الآب أو صالحنا على الله فمين الميدياتور فورز رز وان جد وان ميدياتور بتوين جد اند مان زمان كرايست جيزيز لأنه يوجد إله واحد ووسيط واحد بين الله والناس الإنسان يسوع المسيح هو اللي جي صالح السمائيين على الأرضيين قدم نفسه فدية علشان يتغفر لنا خطيانا ويجدد لنا طبيعتنا ونتصالح مع الآب وندعى أبناء الله ففي الأصل الآية بتاعت ليس بيننا مصالح هي النبوة عن المسيح وما لإيه دورنا إحنا اللي انتو قلتوه ده كله بقى ييجي بعد إيه بعد المسيح الآي زا أولي ميدياتور أو زا ترولي ميدياتور أو الأوريجينال ميدياتور ها إحنا بقى حدي إيه يقولي دورنا بس من الإنجيل يعني حدي شاطر يقولي إحنا ناخد دور الميدياتور أو المصالح ناخد دور المصالح لا استنى تجابت كل إجابات صح حدي تاني يجاب صح ها في حدي رفع إيه دوار تفضل برافو عليك في كرونسوس الأولى 9 صرت لليهودي كيهودي لأربح اليهودي وصرت للذين بلا نموث كأني بلا نموث مع إني تحت نموث الله لأربح الذين هم خارج النموث كلام جميل برافو دورنا حل ده في الأكسبتنس هايل إيه تاني في آية كمان هتمشي يعني ركبة أكتر على الموقف تفضلي نعم هايل برافو برافو نسعى كسفراء عن المسيح اسمعوا بقى الآية بصوا بقى الآية بتقول ايه ركزوا فيها ولكن الكل من الله الذي صالحنا لنفسه بيسوع المسيح مين اللي في الأصل صالحنا يسوع المسيح أعطانا ايه بقى خدمة الايه المصالحة إذ نسعى كسفراء عن المسيح كأن الله يعز بنا نطلب عن المسيح تصالحه مع الله بصوا نتوسل إليكم عن المسيح يعني مكان المسيح تصالحه مع الله المسيح صعد للسما وطرقنا نكمل عمل المصالحة هو مات وقام وفدانا على الصليب وقام بالمصالحة إحنا علينا خدمة المصالحة خدمة المصالحة في تعرفها هو أننا نبدع الناس للتوبة وأن يبعدوا عن الشر ويقدموا توبة ويرجعوا لربنا هي دي خدمة المصالحة المفوضة إحنا كخدام بننادي بها لكل العالم توبوا آمنوا اعتمدوا تصالحوا مع الله عيشوا مع ربنا دي خدمة المصالحة في موضوعنا هنا ممكن ناخد منها حتة صغيرة فكرة أصلحوا على ربنا كنوع من إيه؟ تحت خدمة المصالحة بمعنى خد بالك وخدي بالك في الموقف اللي أنت بتكلم فيه واحد عنده غضب من ربنا ومخصمة من ربنا لحسن الحظ أو لسوق الحظ حضرتك وحضرتك بتمثله المسيح في الموقف ده يعني هو هيعرف المسيح منك مش من كلامك تاني ركزوا الكلام اللي قالوا أصدقاء أيوب ما نفعش ببصلة بالعكس إيه؟ زود المشكلة هو هيشوف فيك المسيح هيشوف فيك حبه هيشوف فيك القبول هيشوف فيك المسيح هو بتعامل مع زكا ولا هيشوف فيك المسيح هو بتعامل مع السامرية فهيقبل المسيح ولا هيشوف فيك الكتبة والفرسيين خد بالك اللي هيقولوا كلام صح فاخد بالك أنت السفير الآن في هذا الموقف أنت في المرحلة دي اللي بتوصله صورة المسيح فتسمعه تقبله تتكلم معاه تحاول توصلوا الصورة تصلح الصورة تصلحهم على بعض وانسى أنه تصلحوا على بعض خلاص أنت هتطلع وهم بقى إيه؟ ربنا يتعامل معه ويكملوا مع بعض بس عايزين ناخد شوية قواعد كده وإحنا بنتكلم يبقى هو محتاج منك رقم واحد لوف والحب ما بيتمثلش لو ده أنت حاسس هو صعبان عليك ابن الكنيسة اللي ساب الكنيسة وصعبان عليك وانت بتحبه هو هيشعر بالحب حبيت تمثله هيشعر بتمثيلك يعني الحب من هنا لازم يكون نبع من جواك هو محتاج لوف زي ما قديس أغسطينوس قال لا يخلص بواسطتك إلا الذي يحبك بدون المحبة الكلام اللاهوتي لا يعد أن يكون قبرا زي ما قال قديس يحنى زهبي الفم هو محتاج منك إيه تاني اسمعه اسمعه وهنمشي في السلايدين الجايين دولة خلاص أنا بخلص هنمشي في السلايدين الجايين دولة النقط اللي تاخدوا بالكم منهم وانتوا بتتكلموا مع الناس أو بتتكلموا مع شخص زي ده give them the freedom ادي له الحرية يعني non-judgmental active listening يعني بتسمعه active انت متفاعل معه non-judgmental انت مش بتنقضه انت مش بتحكم عليه انت مش بتجلده انت مش بتنتقده non-judgmental active listening ده موضوع صعب قوي لأنه مش الjudgment مش كلام بس الjudgment نظرة عين الjudgment طريقة قعدة الjudgment بصة كل كل جسمك هيعبر ليه انت بتحكم عليه انت قبله هو اللي مش قبله حتى لو سكتت خالص بس بصتك فيها حكم هيقراك هيحس بيك بي فير انت اونست بي فير انت اونست يعني لو هو تفتح وهو عبرك وتفتح وقالك اصلي في الكنيسة حصل ما تدفعش لو عنده حق اعتذر عندك حق ما كانش صح هيحصل كده لا ما كانش المفروض ده يحصل بي اونست في البيت عندي بابا معلش شايف اقولك ايه انا لو ما كانت كنت ابقى اسوأ من كده كنتش استحمل انت استحملته ما تدفعش لو فيه غلط اتعرض له يبقى غلص غلط مهما كان بي اونست ان فير لو اتعرض لتجربة اسيا لازم تقوله ده صعب يعني ما هم ينفعش واحد مثلا والدته جالها سرطان وبتموت وديكت كل حياته وتقوله اصليها راحة السماء لا هو تعباء لازم تقول له موضوع صعب يعني لازم to be honest احنا اتكلمنا في الديفرينشيات بين الاكسيبتنس والأبروفال عارفينها الاية بقى اللي قلتوها في حياتة الاكسيبتنس صرتوا للذين بلا نموس كأني بلا نموس مع اني لست بلا نموس الله بل تحت نموس المسيح لأربح الذين بلا نموس دي بوليس اللي علمنا الاكسيبتنس يعني هو اللي راح بشر للأمم وازاي قدر يقبلهم وكان اشهر حوار ليه بتاع اسينة وازاي الانون جد خده كمدخل في الاكسيبتنس لكن هو عارف هو واقف مين وعارف وهيكلم عن مين الجد بتاعه don't mock or insult اوعى تهينه اوعى تسخر اوعى تتارية اوعى خلاص افلته افلته مش هيكلم معك تاني خدوا بالكم النقطة المهمة قوي في نجاحك مع الشخص مش انه يرجع المسيح يعني مش مش شرطة من فيش حاجة من اول قاعدة تعفين اكبر نجاح ايه حد يقول لي انه هو يقبلك انت بما معناه ايه ان ايه ما احنا ماشي ما ده تارجة النهائي عالطريق يتكلم معك اكتر من مرة لو قبل يتكلم معك تاني ده نجاح كبير ما قفلش منك ما قفلتوش قدر يشعر بالراحة معك قدر يعبر عن مشاعره لحالناس دي غالبا في الغالب بيبقوا حسسين جدا فهو هيبتدي يتحسس طريقه معك لا السكة مفتوحة هيبتدي يفتح سنة بسنة هي غلطة صغيرة ويقفل ويقفل تاني كله ويصدر لك بقى بيج بانج ويصدر لك منطق ويصدر لك فلسفة وإفليوشن وإخلاقيات وإسكس وإنناس ويدخل لك في موال مش طعف تخرج من قلناها اسأل اسأله حاول تفهم دماغه احترمه احترم دماغه اسأله طب انت طب مثلا يعني هل مثلا الموضوع ده ينطبق في الديانة الفلانية طب انت بتقول كذا بس فيه الآخر بيقول كذا طب انت ايه رأيك اديله حطه في مستويك ما تحطهش تحتك كزي ما قلته ايه فهمه اسمعوا كويس والنقطة الكويسة اه اه سوري ديفرانشيت بتوين زا كوران سيل لما يسأل اسأله افهم كويس قوي هو احنا في اصل المشكلة ولا احنا في الشيل الخارجية خدوا بالكم كل الابولوجيتكس او الحوارات الفلسفية العلمية التاريخية الجيولوجية كل ده شيل لازم احنا نبقى دارسين وفاهمين وقاريين لان هو برضو مش هيقبل يكلم محد ضعيف قوي لازم لما يصدر لك في الاول على الاقل الشيل يلاقي فيه ردود لما يكلمك في افليوشن يلاقيك مش يعني فيه كلام يعني لما يكلمك في ادلة تاريخية يلاقيك بتفهم لكن ده شيل ففرق في اسئلته خد بالك ايه الاسئلة اللي ما تغوطش فيه معها قوي اللي بيك ماش لأ او ان الاغسيبتنس لازم نقبل يعني ما تحاولش تخش معها في الديبيتس اللي هتفضلوا تلفوا 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 ومش هتطلعوا منها فيه نقطة حلوة قوي مش لازم تجاب تاني ومش كل اسئلة لها اجابة ومش كل اجابة هتبقى مفيدة حتى لو عندي اجابة انت عايز ايه انت عايز ايه مش عايز تقع معاه في البينج بونج ان هو يرمي لك كورة وانت تصده وتروح رميها له تاني لأ انت عايز ايه تدخل في المهم فاخد بالك مش لازم تجاب كل اسئلة فيها سئلة انت مش عارفها قولوا انا مش قاري كويس في الحتة دي طب ما تخليني ارجع ابص كده ارجع اي مصدر طب قولي المصدر بتاعك بعد طولي خليني ايه ابص عليه it's okay it's accepted ان ان انت مش لازم انت يعني ابو العريف اللي عارف كل حاجة في الدنيا نقطة قالها برافي انا عجبتني قوي فاخدت الكوت بتاعه some questions have answer in word في بعض الاسئلة لها اجابات بالكلام but other questions have their answer in the relationship with god هنا ايوب هنا ايوب يا جماعة هو ايوب قاعد يسأل في حوالي 38 اصحاح اسئلة كتير قوي ربنا وحاكمني ومش حاكمني وتعالى وكلمني ربنا لما جاله رد على اي اسئلة من ايوب لا ايوب استريح استريح يبقى في اسئلة وانس ان في خط تفتح مع ربنا الاسئلة هتتجاوب لوحدها مش محتاجين اجابات مش محتاجين اجابات ربنا سأل ايوب اسئلة كتير ايوب جاوبها لا يبقى خدوا بالكم مش الحل في الاجابة مش في الحل ان انا اجاوب السؤال خدوا بالكم في اسئلة كتير ليه ربنا عمل كده ممكن مبقاهاش اجابة بالكلام بس لو رجعت العلاقة ما بينه ما بين ربنا تصلحت شاف حب ربنا اجابة اتجاوبت بدون كلام اخر نقطة اقولها لكم او نقطة القبل الاخيرة ما تستعجلوش الصمر انت ممكن تبقى ستيشن في حياته يعني ممكن انت خطوة على الطريق ففيه زمن الحب هيجي ممكن يبقى معاك ممكن يبقى بعد سنة بعد اتنين بعد عشرة هو رحلة طويلة بيمر بيها انت خليك مسيح من المسيحيين اللي بيقابلهم في الطريق اللي هيجيبوه تاني للطريق اخر نقطة خالصة اقولها لكم اقوى سلح لنا هو سلح الصلاة الشخص ده انت لو حبيته فعلا حطه في الصلاة بتاعتك في يوم الايام اكيد هيرجع شكر جدا لكم